يا هلا ويا مرحبا بناصر دوبا ميكافين عحبيبي بابا كيف العالي حيث القهوة والموسيقى والكتاب والميوزيك الحلوة ديك اللي تشتغل في النهاية قبل الانترو الله يبقيك يا وجود يحييك وشكرا على استضافك والله انت اللي شكرا يعني انك لقيت لنا وقت في جدولك المزدحن والصلاة لا 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 كيدا فعليك بفضل كل الدنيا لعيونك بالنسبة اعطيك معلومة عني هادي لايب تراني بيك فان من اول ما بديت انت يا حبيبي من قبل مئة الف يا ناصر لا لا ناصر كذا والله رظيم والله من قبل مئة الف يا حبيبي قلبي والله يا ناصر والله من اسعد الفرص من اسعد الفرص وانستنا في قناة الوجيه وزي من تعرف فقرة علماشي هي عبارة عن يعني اشبه بسواليف ما هي اسئلة صح وخطأ ولا هي تحدي معلومات بقدر ما انه ايش نسولف مع المؤثرة واليوتيوبر والشخص الجميل ونعطي شوية اسئلة من ملعبه ومن ملعبنا ومن الملعب العام حلو الكلام حلوين هيا بصي معايا ناصر عندنا مجموعة اسئلة في اسئلة لها علاقة بالسينما والتلفزيون والالعب وفي مجموعة اسئلة شاطحة وفي اسئلة اسمها ملعب ناصر ولما اقول لك ملعب ناصر معناتها ان ايش بين رفوفي المكتبة والا اونه انا tentari او ها 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 هيش فكين بيا looked فكين انا اذwh انت كان متضاف بياهم الاشئلة ليس ان ان الكتب укزك وIF ملاب multipod انا تقريبا ليس من كتب يعني من المانات الكتب في شي غيره ايش وش شي غيره يعني مثلا خنقول الموسيقى الاغاني ايه يا جميل ايه مره يعني هنا انا قارق اكثر من الكتب أوكي طيب لازم تسوي ساكشن كده في القناة خاص بالموسيقى هو المشكلة انه في.. لا حساسة الحركة دي حساسة طبعا اخترت انا اطلع بلادين تتحق الكتب انا اللي ساعة بغريك انه معايا قهوة يا ناصر عشانك والله ما شاء الله بلاه ما اكتر اشرف يوم الحين طيب حلو اول حاجة من الحلوة اللي ورا حاطنا نيزكو نيزكو تشان هذي نيزكو تشان اوكي نيزكو تشان عرفنا انك انت فان لشي اسمه ديمون سلاير انا ذي المرة انا العادة انا اللي اخير الشخص اللي قدامي يبغانا نبدأ في ايش ولكن انا ودي اننا نبدأ اول شي باسئلة بالاسئلة الشاطحة وملعب ناصر والاسئلة اللي لها علاقة في الكتب نخليها ايش في الاخير بس جو والله كنت مختار ملعبي في الاخير يا السلام حيلو حيلو لاني يوم رعت مع محمد قدي اخترت الانيمي اللي اعتبرته ملعبي لعلي جبت العيد فطلع شكل يفشل ويش هو اللي اعتبرته ملعبك كان ديكتف كونن اوكي اوبوبوبوبوبوب ديكتف كونن يا شيخ طيب نصور بنبدأ بالاسئلة الشاطحة وبعض الاسئلة هذه سبق وطرحتها علي يوتيوبر ثانيين بس لا 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 ضير في اننا نعرف اجابتك عنه السؤال الاول يا ناصر في الاسئلة الشاطحة يقولك تحذف تطبيق من مواقع التواصل الاجتماعي للأبد ايش التطبيق اللي راح تحذفه ولماذا واهم واهم حاجة لماذا طبيعي ولا وبلا شك ومن دون اي ثاني التفكير تيك توك الله عليك الله عليك طيب ليش لازم تبرر لانه تيك توك هر مليانين في العالم ليش ليش يا ناصر اول شي لازم نحط العبارة المعروفة اللي شوف بالرغم من انها معروفة لازم تقولها كل مرة ايوه من دون تعميم ايوه من دون تعميم حلوك التك توك هو بقرة اشهار كل من يصنفه المجتمع يعني بعبارات خنقول مش حلوه ما يحتاج اقولها ايوه يعني البذيء قليل الدين عديم الاخلاق عديم المبادئ اللي ينشهرون من هاد الشخصيات غالبا طلعي من التك توك مع كامل وعشان كده بتحذفوا علشان تقلل من العينات هذي جدا جدا لانه الجيل الجاي اللهم لاحظ بس انا عندي سالفة دايما يعني واحد من الزملاء يقولها يقول يا اخي احنا دايما نلوم الجيل الجديد وارجع افتكر ابويا كيف كان يلومنا كجيل جديد وابونا اتوقع يعني ابا انا كانوا برضه يلوموهم اجدادهم كونهم جيل جديد اقل فمدري يعني احس انه كون الجيل الجديد مختلف مش معناته انه جيل مضروب طح مية بالمية كونه مختلف ومعناته جيل مضروب لكن المشكلة هي في منظومة المبادئ والقيم والاخلاق يعني انت عادي تكون مختلف في اشياء يعني اهتازها هو اللي في مشكلة يعني اليوم يعني احنا قاعدين نشوف الكلام في التك توك شي خوف مرعب صراحا والله فعلا تشوف الفيديو تقول هذي خاف الله ما سوى كذا ولا لا بمجتمع فكر باخلاق اصلا عادي كيف طالح هو بالمظهر هذا وغير الاشخاص غير الافكار اللي جالسة تنتشر صراحة بشكل غريب يعني اه ما عندي مشكلة كل واحد ينشره اللي بكيفه بس انه شوف مين اللي قاعد يتابعه شوف الجمهور تبع تيك توك اصلا اطفال مراهقين كثير يتأثروا باتفها الامور سوا بتحذف تيك توك يا ناصر على طول حبيبي صافحني لان انا بحذفه معاك كذا يفترض ان تصافح يا سلام عليك ايه كذا يا سلام عليك انا بحذف تيك توك كمان معاك والله يا سلام عليك السؤال اللي بعده يا ناصر هذا طبعا سؤال شخصي اكثر من انه شاطح وشاطح شخصي حاجة نفسك تتعلمها بس لم تزبط معاك كل ما جيت تجربها ما تزبط معاك خليني خليني اساعدك في الموضوع انا انسان نفسي اتعلم رسم ابغل اصير رسام بس كل ما مسكت ال اكتشف ان الموهبة ما في يا اخي ولما حاول اتعلم لا يا اخي خلاص بلاش بس نفسي اتعلمها فاهم اوكي كل ما تلسم لوفي يطلع كراش يا شيخ ياليت يطلع كراش يواد يطلع زومبي مشوه من بلاي ستيشن ون اوكي 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 والله المتني شوف ليه لما في في العود عندي عز في العود حلو اعشق الالة هذه بشكل لا يوصف حلو وامنية حياتي اعزف وشوف المؤلم اكثر لما اتعلم اعزف اعزف طيب ولكن يديني عراقخ الله يعزك ويكرمك وهذه مشكلة يعني في تعلم العزف جدا والله ما تقدر تعزف ما اقدر احرك لو ترسف لا الكلام هذا يعني علميا فعلا كذا ولا انت تشوف انها مشكلة لك لا هي تطبيقية فعلا يعني انا لما كنت اعزف ما كنت اقدر احرك الوتا ووتا صح لان رطوبة كله موية هنا لا اعراقه بشكل لا يوصف انا نفس الشي ترى بس لا اعراقه الى درجة ما اصافح ناس تخيل يا راجل طيب هذه المشكلة ما لها حل انا افتكر انه فيه لها حلول يعني طبية فيه لها حلول زرد انا من يوم السجد كنت ازور الطبيب بخصوص الموضوع هذا بس كان يقول مسام مسام الجسم عنده اللي هي يفرز منها العرق مقفل اغلبها فعلا انا من الناس اللي يندرني يتعرق مثلا بالجسمي ايه صدري واللهري وبنيا فتروح تسرب فييديناك ايه فييديناك اوكيييي اتوقع ان اعرف واحد من زملائي اسمه مهند عنده نفس مشكلتك وحرفيا ترى نفس وصفك لما تقول مايصافح مايصافح طايب وهذه المشكلة مسببت لك في موضوع انك تعزف testament لا لا لازم تحلها وتعلم احس انك انت من الناس اللي اذا تعلم شي يبدع فيه يا رب لا لا صدقني لها حل بس انت يبقى لك تجد الطبيبة الكويس ممكن فكرت بقلافز انا اه الا العلم والمشوار يناصر لا لا صدقني لها حل لا لا صدقني لها حل انا اشوف عندي قيتار هناك مدربين جاني هدية نفس الشي برضو بحاول اتعلم بحاول اتعلم انا ما في حي انا لم تزبط معك انا لم تزبط انا ما في يا اخي الموهمة ما في يا اخي تعرف الرغبة تعرف الرغبة كده في تعلم الشي ما هي موجودة اشوفه اوه نفسي اتعلم قيتار اجرب التعلم تتقطع عصاب عمنا مع الضغط على اوتار ايوه اخو الضغط ابطل اه يا ابو يا خلاص اشان الله حادني السؤال اللي بعده شوف لاحظوا ان السؤال اللي بعده بيكون ايش مرتبط بالسؤال اللي قبله بس بشكل غير مباشر يعني فيه فيه جزء من الفكرة يتلاقوا مع بعض حاجة انت مبدع فيها يا ناصر حاجة كده عارف حاجة انت مخبية كده مبدع فيها بسمحة انا بنقولك انت يا وديو وش تتوقع والله يشوف انا اشوفك في فيديوهاتك تشطح وتغني صوتك جميل يعني حدنا نقول هذا طلع بالفيديوهات طيب شي ما قد طلع صح ايه طبخ لا اوه اخر شي الرسم الرسم يس مبدع مش مبدع ما مارسته بس اذا رسمت اللي يشوفني يقول رسام اوكي طب هو ذات اجابة ولا لا فيه شي مستخبي شاعر شاعر لا اسألك بالله والله العافق طلع لي قصيدة مستخبية عندك ما لي شغل لا ما اقدر مقدر هذا شي بالعمل هنا ما طلعت بس م اوكي ايوة ايوة يا الله يا ناصر لا لاي's not ليه ليه يا اخي؟ تدري انا كنت احاول اكلف شعر زمان عشان شجعك يعني كنت احاول اكلف شعر اوكي واللفت شعر جميل وكتشفت اني ما عرف اصير شاعره بربو بسبب لا لا شوف شوف أبريك في عبارة يعني تعرف العبارات اللي تجي كذا في بداية الأشعار على سبيل المثال كهل كبير السن ودع أهله الله تحسها بداية شعر صح أطلع بس هذه اللي تطلع معايا كذا بس ما أطلع حلو حلو هذه كتبتها في في سيرس في الحلقة الأخيرة من هاوسف ذا دراجون أوه لا لا بس بس أقول لك يعني أوه قلبي ناصر أنت ما تبعت هاوسف ذا دراجون لا الله ينقف لي زكاه والله ما نقف لوقتي وجي لك شاء الله متابع طيب حلو حلو أنت فاكر شيء من البيت اللي قلته ما أنت فاكر شيء ما أنت فاكر شيء ولا شيء شاهلون الله ينقف بليس كمكف وش كذا ولا شيء انسى 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 طلع طلع من اذنك طلع طلع من اذنك الاصر لا يقعد برا بس فهمت الفكرة أقدر ألف كده ايو هات المطلع عسلا قول مثلا بل يلحم أبوك في المنتاج لا تحط صداء لن يكره الحركات هاوي والله حط لك صداء ومسيقى حزينة لا 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 طيب اوكي اذهب يحز بخاطر يضيقك الله وضيق نحزلك خاطر الله وموت من القهر لا شفت دمعاتك من اسبابي الله واشتعل غيرة عليك وما قدر خاطر ايو هات وحس اللي يقرب منك جوابي وذل اللي بياخذك مني يقول انه ولا تشاطر يجيني علىه يجرب شراسة مخلبي ونابي هذا مطلع دقيقة دقيقة هورون 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 انت كتبت الشي ذا هولي انا مش خبير يا جماعة انا ماني من يعني ناقد ولا اني خبير في الشعر بس ذي ساونز اميزن والله صدقني صدقني هذي تصلح اغني بصوت بصوت عبد المجيد والله ولكن انت ترقيت صدقني يا ناصر انا اشوف مش فاهم ولكن بحكم خبرتي البسيطة في الكلمات انه الكلمات اللي انت قلتها جميلة جدا ومتناسقة قافية ووزنا الله يسرد اعنيك هذي اللي على قلتها كنت شي متستخبل على شاعر من ورانا يا خار شاعر عمي شاعر جدي شاعر جدي شاعر وابومي شاعر ما شاء الله تبارك الله عائلة شعرات من عائلة كده مش اوكي ما شاء الله تبارك طيب يعني انت تحب الشعر كذا يعني حبا ولا ممكن توظفه في مستقبلا لا شفتوووو خلنا نقول لك ايش من اشياء اللي انا موهبة بس من اشياء اللي ماسقلتها ابدا يعني بوي طلب مني الله يرحموني ما اوقف شعر وفعلا ووقفت شعر بالله الله يرحم ايه فما اكتب الا في الحالات اللي احتاج مثلا فيها اعبر او او اتكلم بيني وبين نفسي فعشان كده ما احد يعرف من اشعاري الا الناس القريبين مني بس صديقني احبه قللك انك موهبة لازم تطلع يعني الا لو انت اخترت عدم الطلوع والله والله ما شاء الله تبارك الله هنيك والله هنيك أنا انطرق بصراعة الله يا سيدك انتو ش رأيكم يا جماعة بالله ايش رأيكم في الشعر اللي قاله ناصر يا مين بالله كنت كده على وشك اقول يا ولد ذا جايبه من النت والله طيب هنيك حلو حلو طيب السؤال الاخير في اسئلة شاطحة يا ناصر حلو السؤال يقول لك واذا انت تشوف ان السؤال قد يكون غريب انا مستعد اجاوبك علشان اساعدك في الاجابة عنه اغرب خبصة اكل تسويها انت كده تسوي خبصة اكل تتوقع انه ما احد يقدر يسويها بس انت مو ما احد يقدر يسويها يعني مو اي احد يسويها وانت مرة تستلذ فيها مو اي احد يسويها قصدك انه ما في احد يسويها اصلا على سبيل المثال ابسط لك انا انسان اسوي الكورنفليكس باللبن جميل عروف وحط عليه عسل الله الله فوضى خبصة اكل اي نعم بس يا واد مزاج استلذ امخمخ عليها واحيانا استبدل اللبن بزبادي زبادي وكورنفليكس بالعسل يا ساتر واي احد يشوف ان يسويها يقولي الله يقرفك بس يا اخي انا واستمتع انقلع وش يسوي لك شوف بالعافية عليك مدامك تذاكل الله صمت والله شوف انا شايف ملامح وجهك تقول الله يقرفك ايما لا لا بالعكس والله بالعكس والله بالعكس والله بالعكس اقولها لك لانا الريسيبي اصلا هوضى محتوى محتوى الاكلة انت ما تعرف يا ساتر يعني انا اقولك السفوف اه الو الو ايج اذا مش رح لك وشو السفوف عشان تعرفش الخلطة بيته بصوصة لاني مو مشكلة فهذي خلى على جنب لكن من اشياء الغريبة اللي سويها تونة حمراء اوكي اللي بصرة وماطرين تونة وبعدين بيض في وسط التون اتفرغ كده مساحات اه قد رحت مطعم شعبي يمني بالله رجل المطاعم اليمنية تشوف فيها خلطات عجيبة بتنبسط حسك ناصر تونة بالبيض ما هي ما هي يعني حاجة نادرة اوكي ممكن نادر انه احد يسويها في البيت بس انها موجودة في المطاعم الشعبية المطاعم اللي بيعوا المعصوبة العريكة ممكن عشاني ما احب اخوص بس مين يفوز خبصتي ولا خبصتك كاغرب خبصة صدق صدق وجي يخي شوف ترى كثير من الامريكان ياخذون مع اللبن اللبن وليس الحليب اللبن اللبن الحامض لبن المراعي فيه فيلم تعرف فيلم ما يسوه مع الحليب معروف يعني برا عند اللجان يبسوه مع الحليب لا فيه باللبن كثير ترى والله الله يطمنا فيه فيلم البيبي الصغير اللي كان يطلع تحت اله ينحاش طول الفيلم هومالون كان فيه فيلم زمان اديك الايام في التسعينات طيب طفل صغير يحبيه والعالم تلاحق وتبغى تنقض فيطلع من عمارة ويدخل في شارع ويطلع تحت السيارة طيب محيد في هذا العالم الحمد لله شكرا يا رب شكرا انا كنت متوتر اني بصرح بمعلومة غريبة زي اتخيل حتى لما سويه في البيت اهل يقولوا رح كلناك الله يرضى عليك فكنا يشرك ايش الخبصة دي ايش الخبصة دي يا عبد الرحمن ارحمنا ارحمنا طيب علم والله يشوف بدون ذكر اسماء واحد قريب لي يا اخي بكيفه بكيفه يا اخي بكيفه اصطغف الراحظيم انا خبصة الناس يشوفوها مقرفة واحد قريب لي تعرف قشطة خلينا من دون ذكرى اسمعها حلاص قشطة قشطة اللي في البقالة اللي في ثلاثة ريال المبردة جيب القشطة ايوه جيب له كاسة شاهي اصبر ويجيب تميس بسكوت لازم تميس بسكوت تعرف تميس بسكوت ايوه ويقسم التميسة نصين القطع اللي في يده يمسكها ويقسمها قطعتين صغار يغمس واحدة في الشاهي واحدة في القشطة ويطبقهم انت تتكلم عن خويص هذا مو خبيص هذا خلاط هذا مصيبة خلصنا اسئلة شاطحة يا ناصر في خمسة وعشرين دقيقة جميلة والله حلو سؤال افن فيها للمانة طيب بنخش ذا حين على السينما والتلفزيون والالعاب والقصص اي ان كان حاجة لها علاقة في علام الفن السابع والالعاب حلو بحكم انك يا ناصر حط خلفية نزكو فاتوقع انه عندك ميول للانيمي ما فيها كلام واكيد انك قيت تابعت مسلسلات بس بحكم انك يعني مش غايص فيها مثل ما وضحت لي فبسألك اسئلة عامة فيها اول حاجة ايش اهم الانيميات اللي تابعتها ومش كل الانيميات ايش اهم انيميات انت تابعتها وتشوفها هذي افضل انيميات اللي الحين تابعتها كيس كلوز القضية غلقت ولا فيه انيمي كده اسمه لا الي هو ديكتب كونن اوكي قل لي كونن ايوه كيس كلوز ديث نوت اوكي دراجون بول من التوب عندك اوكي ايوه يتربع قرش الانيميات بلا منازع بلا منازع عليش ايوه في عندك درب اوكي نطبل سوا والله لا صراحة اه اسف كلم اودن كلم محمد اودن اللي يقول جي يهد اقول له وش رايك في اتاكه اقول جي يهد في المسلسلات وأتاك هون تايتن في أعطيني هاي فايفة أعطيني هاي فايفة ناصر هذا الكلام صراحة لا والأخير السادس فايولت ايفر قاردن هذا يمكن قليل قليل اللي يعني قليل اللي تابعه ما أدري الناس تحب الدراما هم اللي تتابع بس توقف في ايفر قاردن حلو حلو اشطى عليك يا معلم بس انت تحط أتاك عندك وين في التوب رأس مو في التوب ليش يحطه في التوب هو الحال هو من بعد آخر إلى هذه اللحظة إيووة يا أبغسمع كده تطبيل أنتشي إيوة كمل والله اني صادق ترى أنا حرفيا ترى أنا حرفيا بالنسبة لي اتاك وين تايتن حاجة حاجة من عالم آخر اللي تابع قلم يعرف ان اتاك وين تايتن قلم اسمع انتوا يا اسمع الكلمر هنتر هنتر يا ناصر إيوة ايش بنى هنتر ليش ما قل budget لك هنتر هنتر وأتاك عندي يعني في مكانة واحد لأنه هنتر تابعت نسخة سبيستو ما تابعت النسخة اليابانية وما تابعت اللي هي اليابانية ولا الريميك لأنه 200 حلقة ما لقيت الوقت والله أقل من 200 حلقة تابع نسخة 2011 الريميك رائعة رائعة والله يا ناصر هنتر هذا من أمتع الأنيميات اللي تابعتها في البثوث أنا تابع الأنيميات في البثوث أقسم بآيات الله كمية الصياح والحماس اللي شفتها في هنتر ما قلت سويتها في أنيميات ثانية أوكي تحمسوا على الأنيميات الثانية بس هنتر تقاشي لا مجرم تقاشي مجرم له الكاتب رهيب رهيب حلو سووا هذه الأنيميات اللي تابعتها طيب إيش أهم المسلسلات اللي تابعتها أوه يا أخي يا الله جيم الثرونز طيب حلو طيب باستبعاد نهايته يا أخي أيها أول شي شوف أقول لك عن نهايته حاجتك أيها أولا مستحيل أني أظلم سبع مواسم عشان ما أسمخ طلع غلط شكرا لك سام عنده يا أيها أثنين أنا متأكد أي واحد طبعا يقول لنهايت جيم الثرونز شينا أنا أتفق إنها شينا مش حلوة مش زي ما كنا نبغاها مش جيم الثرونز إحنا نعرفه ولكن الواحد يقول لنهايت جيم الثرونز شينا أقول له خذ القلم ويكتب النهاية الآن وأي واحد يكتب النهاية أكتشف نهايته أسوأ من اللي كتبوها دامان دامور طيب تعرف النهايات الكلاسيكية الناس تبغاها جون سنوي فوز معدائش جون سنوي فوز أليا ستارك تمتصر مدري مين ما يموت اللي يتربع العرش جيم الثرونز سيرسي تموت موتة وحشية مع أنه جيم الثرونز من بداية المسلسل من الثانية الأولى وهو يعطيك عكس التوقعات دائم دائما يعطيك عكس اللي أنت تبغاه أنا كنت أبغى نصدم بس أبغى نهاية تسجلني فعلا فأنا لست راضي عن النهاية أبدا حسنا بالتلاتشنا بالموضوع حلو عندك جيم الثرونز وبعدين يا أخي لازم أختاره الثاني نيوة بيكي بلايند بغيت أشر لك على بريكينج باد هذا تدري من متى بادي فيه بريكينج باد من سيزن ون إلى الحد الآن ما خلصته دالله وجه العدو لين ناصر وشوف أقسم بالله بالرغم لأنه تسارع الأحداث عنده جدا بطيق ففيه ملل فيه ملل للأمانة لكن أقسم باللا مسلسل شكرا لك ما كملت سيزن ون ويا رجل المسلسل المسلسل بهذا الحلقات التي تابعتها أصنفه من التوب طب لماذا تكمل يا ناصر لازم أكمله أنا قاعد أحب أحب أدرج لا 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 ما في حب أحب أحب ناصر ناصر بريكينج باد أنا تابعته المرة الأولى الحالي الكلام ذا زمان 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 يعني آخر ثلاثة آخر موسمين تابعتها مع البشر الطبيعي الموسم القديم لا كذا كانت ديرزن وخلصتها وخلصتها وانتهى جاء بيتر كولسول اللي هو مشتق من نفس العالم تابعنا وخلصنا قبل نهاية الموسم الأخير من بيتر كولسول أعدت متابعة بريكينج باد كذا قدحة قدحة وأقسم لحظة على أساس النوائش بتابعوا كذا أي كلام أقسم بالله العظيم من الحلقة الأولى لأن الحلقة يمكن خلصتها في أسبوعين ما أقدر توقف على أني أعرف بريكينج باد عارف كل شي عنه بس إعادة المتابعة وبعد سنوات طويلة تخليك تكتشف أشياء كثيرة أنت ما انتبهت لها زمان رائع رائع طيب لا لازم أتابعه طيب نرجع لبيكي بلايندرز بيكي بلايندرز بيكي بلايندرز أنيمي على أرض الواقع بمعنى يعني شفت لما ما إحنا نشوف مثلا أتاكو نتايتن ونقول هذا أنيمي بيكي بلايندرز لا هو أنيمي بشخصيات حقيقية مو طبيعي المسلسل مو طبيعي السكتشات السينية مو طبيعي انت شفت الحلقة سبويلر ألرت أنا تابعت قبل ما تسولف يعني وتأخذ راحتك في السوليف أنا تابعت الموسم الأول الموسم الثاني الموسم الثالث هو اللي كان زواج توماس بداية أيها الحلقة الأولى لما صاروا الزواج وجودوا ليك أهل العروس اللابسين البدل ذيك وزعلوا من بعض صح بس وقفت هناك وجيه لازم يتابع والله أنا ودي صراحة مع جدولي مستحم ورجع تابعوا كده رقع واحدة كم بقى هو كم من كم موسم وصل هو خمس ست موسم كل موسم كم ست حقات أوكي مقدور عليه مقدور عليه والله مش حتندم تذكر كلامي أنا ما راح أكمل وزيدي شبه أسوي راح أعيده من جديد أيها بالضبط خده من بداية أيها ممكن من أوله كده أيها بجيبه من أوله أفضل لأنه والله ناسي والله تابعته ترى أنا تابعته أول ما نزل لعلمك ها كان ينزل حلقات أسبوعية زمان تابعته زمان مرة وبعدين قطعت عنه الموسم الأول تابعته كده كل حلقة كل أسبوع حلقة كانت تنزل بعدين قطعت عنه وقتشفت أنه نزلت موسمين الثاني وثالث بعدين خشيت على الثاني كملته الثالث بنشرت في الحلقة الأولى مدري ليش والله الظروف الوقت لكن حتى متلكم تتابع لازم تتابعه لا لا ما عليك إذا أنت بتتابع بريكينج بعدين أوعدك أن أتابع بيكي بلاين والله عطني ديدلاين أنا وخلص لك فيها بجيبه لا أصي يلا أنت حط لي ديدلاين وأنا يلا مين يخلص أول أنا أقول للنهاية السنة ما تبكر أنا عشي ثات و عشي لا لا أناصر عندي هجمي نؤبو عندي وان بيس عندي أشياء كثيرة في حياتي بس لا أنا أقول لك يعني في الريل أنا حتابع بيكي بلاين لا لا حتابع حتابع هو موجود على المنصة المعفنة موجود على المنصة المعفنة خالص تم موجود تزوجي بني يا أخي شاك 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 يا أخي شاك شاك حالو طيب هذي المسلسلات بيكي بلاين جيم الف ترونز بريكينج باد وش بعد تتكتب سيزن 1 ماتيو مكانهي وودي هارلسون أنا زيك تابعة الموسم الأول أبغى أسمع تطبيلك لترو ديتكتب أبغى أسمع تطبيلك لأداء ماتيو مكانهي وودي هارلسون تدري أنهم الاثنين ترشحوا للأيمي من نفس الموسم أقسم بالله يستهلون 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 شي شي أنا في حياتي رستن كول هذا 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 من واحدة من الأخبار في الموضوع وستيلي سيريز صدق حرفياً والمسلسل أتعب بموزر أقولك بتتكمل الله تابعته كثير كثير ما أدري كم رائع كثير واللي ميزه إنه ثمان حلقات طبعاً جميل ومن عشاق الفلسفة أنا وهو فيلسوف فيلسوف اللعنة فيلسوف اللعنة جداً جداً بس فلسفته فلسفته في مرحلة ما وثرت أم وودي هارلسون إيش كان إيش كان اسم شخصية وودي هارلسون الديالوج حقه مع السيارة إيو لا قبلها قل له توقف بطل تقول كلام ما له معنا خلاص ريحنا بعدها بيوم طلع معه في السيارة قل له قل له أنا لا أمس أنا لا أمس أنا فقط أمس يا أمين بلا يا هارلسون أعطاه نظرة ودي يقتلوا يا ابن حلا تكلم زي البشر الطبيعيين خلاص كلامك كله فلسفة بفلسفة رهيب رهيب رسط رهيب رسط وعنده فلسفة حلوة يعني في جوانب كثيرة فلسفة جميلة لأمانة طبعا ما تابعت طبعا أنا باقي المراسم زيك زيك أنا ما قدرت أتحمل من يشوف حبيت ماثيوم المسلسل أنا أحب ماثيوم الأول أنا بس حبيته أكثر عشقت الشخصية دي بعد هذا المسلسل يسا قل لأنا كان عاجبني من وعاجبني من يعني من من أفلام قديمة له عاجبني إيش أفضل فيلم لك لماثي مكاني انتو استغربي لأمانة لا 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 بنسوي هاي فايف كثيرة ناصر جمي على الفاحث جمي 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 لأم عليش حيلا نخش على الأفلام إيش أهم الأفلام اللي تابعته عشان أبسط عليك السؤال وما وما نطول فيه أباك تختارلي توب ثري أفلام توب ثلاثة أفلام عنده إيزي إيزي أيوه انت فاومن معليش معليش إيوه 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 معليش أفوان معنك وعلا قهرت لي مقلت ثلاثة بس يلا أوكي آآ سين تفوري أبيوتفل مايند الله عليك حلو رأس الكرو فيه وعلا ثالثة بقدر أختاره إيزي يعني وعلا فيه فيه أقول لك حاجة أقول لك حاجة خذ توب فايف يلا عطيني خمسة برضو برضو بحتار يعني طبعا تشوف أنا بشيل لك من القائمة قاد وفوار قاد وفوار وشاوشانك عفوا شاوشانك قاد وفوار قاد وفوار أنا قاعد يقول يمكن الأدم يقعد يحط الإلعاب على جنب أوكي أوكي قاد وفوار وشاوشانك خلّها على الجنب أوكي هذه تب من الله ما يحتاج يعني ما فيه أحد يختلف عليها أصلا طيب فالآن عندك الثلاثين هذي سينة فومن شوف و سينة فومن و بيوتفول ماين أيوة وعندك خلاني محتار وشي اختار هاي باقي لك ثلاث خيارات يمدىك تبدع أوه ثلاث خيارات أوكي أوكي بقول لأنت لازم أقول انترستير لازم يا بيبي ليش لا لو ما حطيت شيء كريستفور نولن بصفقك طيب هي لا لازم أحطه وكذلك ودي أحط انسبشن بس عشاني اخترت انترستير أنا نتفق على التوب قلت لك سينة فومن بيوريفول مايند انترسيلر امريكين غينجستر اذا أنا أختار التوب عندي يعني امريكين غينجستر ايه حق دنزيل واشنطن وبختار لك اخي أحب ليوناردو احشق ايش بتحط شيء لليوناردو احشق ليوناردو يلا حط شيء لليوناردو طيب انا قاعد أحاول أبسط لك قاعد أحاول أخفف عليك الحيرة اللي عندك اختار شيء لليوناردو ادري انه مو أفضل فلامه بس مرة عاجبني اللي هو وش اسمه يا رب سيد الفيلم اعطيني قصة ساعدك فيه السجن العفوان لما كان شاسمه شاتر آيلند شاتر آيلند اوباباباباب رائع رائع حلو حلو اختيارات واحد محنك والله يا ناصر الكم تحزب المحنكين على ان يكره كلناك محنكين ترى حلو حلو اختياراتك جميلة طيب يا ناصر السؤال البعض يا ناصر يقول لك حاول انا عارف انه صعب والله بس وممكن صعب انك تفتكر بس حاول حاول انك ترجع بذاكرتك الى ابعد نقطة تقدر ترجع لها ايش اول فيلم تابعته اول فيلم حتى لو ما تفتكر اسمه حاول توصفه بشرك المتابعين مرة مع الظلين لاني قد جاوبت على ذات السؤال وجاوبولي ايش اول فيلم تابعته تبغى اول فيلم تابعته انا من اي تو زي كده لما ترجع كده ايه ولا فيلم يعني كنت تتابعه مع اهلي بس مااني فاهمش استالفه مادري ايه اللي يعجبك تشوف ايش اللي اجابة اللي تشوف انها راح تشبع الفراغات في هذا السؤال اوكي الفيلم اللي عالق في ذاكرتي وانا مرة كنت صغير طبعا شارك شارك اوه قصدك ايه اللي ما اسمه شارك ايش اسمه كان مادرش اسمه هو اسمه شارك هو شارك حق القرش ايه ويوه بس اوه مدري ايش معروف اسمه مرسة جوز او جوز ايو 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 فيلم جوز 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 ايه ببط طبعا فيه نسختين فيه نسخة جديدة وفيه نسخة ايه فيه نسخة حتوقع فيه اكثر من نسخة لو انا ماني فان الصراحة للسلسلة هذي بس اعرف انه لها جمهور كبير في العالم طيب ليش علق في ذاكرتي لانه كان دموي فغطت اذكر امي ومي وبي كانوا يتابعون للفيلم فجت لقطة كدا دموي وغطت امي عيني فشفت اللق بتغطية امي لعين كراهته القرش فعلق في ذاكرتي توك بعير كان بيت وقا próprio ضررررمونا بس هناك هذا يما يعني كده لكن اول فيلم تابعته انا من اي او زي هو يا هونالون هو واحد منهم يا هونالون هى الولد اللى يحبي هذي الولد اللى يحبي هذى انا قاعد يجيني كده دهير مه diesen بس ما Hispan وم امان يتكون لازم لازم انا متأكد اني عرف حاجة زي كدا وكان يخرج ويصر في أماكن مرة صعبة صح ايه ولانه convinced لماذا ضرح يا أخي لماذا قادر افتكره يا أخي دفعوا من أن tester توقع هومالون فورشور هو من أول الأفلام اللي تابعتها من إيدل وبرضه جاز جاز ان شاء الله انك قاعدت ض mari بس كويس انك فاكر يا انا اني كنت صغير مرة صغير مرة انا اول فيلم تابعته يبلس توصفه للمتابعين وجابوه لااسمه ونسيته يعني من كثر ماهو قلت ذي كلمة المتابعين في واحد من الفيديوهات وجابولي اسمه قلولي الوجيه الفيلم هذا نزل سنة كده كده في التسعينات وهذا اسمه وادخل على الفيلم إلا والله هو هذا الفيلم اللي شفته زمان مره زمان يوال شفته وأنا صغير وأنا صغير بس فاكروا ليش لأنه كان في واحد أسمر يجري وفي قطار ويحب بنت بيضة بس هذا اللي يفتكره تخيل في واحد من المتابعين اسمه عبدالعزيز جاب لي اسم الفيلم بالوصف هذا م الشA الله عليه م الشA Jang والله يجاب لي اسم الفيلم بالوصف هذا وانسيته كتب اللي ابن سيت اسم الفيلم حلو حلو يا ناصر سو هahlوو أو جوس تماما costs largest عمو اللى اثنين دول Infrastructure اللي تقريبا بدأت فيهم وانهم اللى تقدر تفتكره ها يسمع السؤال سления الفيشن ها السؤال اللي يقول لك يا ناصر العالم بينتهي هذا انت في عالم موازي الآن ناصر موجود في عالم موازي العالم الموازي هذاك بينتهي خلاص الشماء السماء طيب السماء انشقت والبحار انفجرت والجبال تفتتت والغلاف الجوي انشق والاكسوجين بدأ ينخفض خلاص الكرة العرضية منتهية منتهية مع السلام فجأة يا ناصر انت في هذاك العالم المدمر اللي يكاد ينتهي انفتحت لك اربع بوابات زمنية فجأة كده ظهرت قدام ناصر ناصر كان هو المختار في هذا العالم البوابات الزمنية كلها راح توديك لنهايات عالم ثانية بس نهاية اهون من هذه البوابة الاولى راح توديك لعالم فيه زومبي والبوابة الثانية راح توديك لعالم فيه غزو فضائي والبوابة الثالثة راح توديك لعالم الحرب العالمية الثالثة قاب فيه في اويل لا حول ولا قوة في ابها واقوى شعلة والبوابة الرابعة كارثة طبيعية فيها زلازل وابراكين الارض الارض ثارت نفس النهاية اللي انت فيها حاليا فايش النهاية اللي بتروح تحاول تعيشها ولعلك تنجو فيها وتشبع جانب المغامرة اللي عندك مكداري 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 خسيس أنا عارف زومبي زومبي تروح الزومبي ليش اخترت الزومبي أيوا أني من عشاق مسلسل بايخ اسمه The Walking Dead لا حراف لك لا تقول بايخ تزعع للمسابعين يا أخي من واحد إلى أربعة توب من الأول إلى الرابع توب أنا أقول أنا معاك بعد كذا خويص طلع أنا معاك أنا تابعته وكنت متحمس معه وبعدين سحبت عليه حلو فأنا بختار زومبي ليه؟ لأني الغزو الفضائي ما أعرفوا ش ممكن يسوون وأنا أكره المجهول حلو الحاجة الثانية حرب العالمية الثلاثة لا أبدا ما أبغى موت بقنبلة النووي أبدا حلو حلو النهايات الطبيعة هي اللي كنت بختارها بس عشانك قلت وأنا صدق في الفضول قلت الزومبي يعني وتعس أنه الزومبي أصلا ممكن يعني لو أحد يقدر يتعايش مع وجودهم في العالم ممكن تعيش لأنه النهاية الطبيعية ميت ميت زومبي شوفه ورصا للحياة يعني يمكن دوبا ميكابينا بالثام والله يشوف أنا يعني واحدة من النهايات اللي صراحة يعني فعلا بس لو طحت لك في زومبي زي اللي في فيلم وورد وارزيد المعضلين السريعين ذوليك اللي ما تلحق تفقه شرط شرط موابط الزومبي أنهم يكونوا كسالة زي اللي في والكين ديد أي أكيد أكثر من كده أنا أموت في العالم ما بخش من البوابا أصلا بالضبط 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 مهمة انقضوهم في سيزن 1 قالوا ليش الزومبي يركض وليش يتسلق الشبك هذا بالله ايه كان جاك هذا على السيزن 1 حتى تلاحظ لو ترجع تشوفه وترقاه كانوا يحقون السيارة ركض أوكي تسلقوهم الشبك قال لك لا المفروض يكونوا سباي يهتا ما عدناها في سيزن 2 حالو والله معلومة جديدة دي جميل بتروح العالم الزومبي منتقابل هناك ناصر ونسوي أنا وإنت إيش مقر كذا زي يريكل طيب عدوا السؤال الأخير في فقرة على الأسئلة هذه وتشز سؤال لازم تاخد راحتك فيه في التفكير والتأني واليوغا والتأمل وجميع الطقوس البوذية اللي تشوفها بكيفك السؤال يقول لك ممثل يقدم فيلم يحكي قصة حياة ناصر اختار ممثل من هوليوود من السعودية من الخليج من العالم العربي يقدم شخصية ناصر في فيلم يحكي قصة حياة ناصر وإش راح يكون اسم الفيلم هذا السؤال هذا سألته ل ثلاثة أي سألت الركان وسألته لمحمد أودن منهم اختاروا ليناردو توقع لا لا ركان اختار ممثل اسمه بسام كوسة أي سألته ركان اختار بسام كوسة ومحمد أودن اختار ليوناردو ديكابري ممزي والله كني اذكر مقال فعلا زيني ليوناردو ديكابريو اختاروا في فيلم اذا حاول يحاول السعربية ايه ايه شخصية عربية اللي هو زير سالم طيب أنا بختار دنزيل واشن ألعب 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 نايز شويز جيد شويز جيد شويز جيد شويز جيفي one أحبه 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 انزالوا سطورتي طيب اسم الفيلم عندي يسمى عربي والانجليزي كيفك؟ يعني زي راكان قال بسميه غريب وبالانجليزي يترجم غريب اي صح وقال غريب يوم انا بقول ربع قرني ربع قرن يعني وربع قرن هي صح الكلمة ربع قرن لا صح ربع قرن طيب بس ربع قرني اوكي قرنك انت اوكي اي واه ربع قرني انا اوكي نايس وبيتكلم عن اول 25 سنة من حياتي يا سلام اوكي مش قصة حياتك كلها حلو كلام جوت وكلام اول 25 سنة حلو هي الانتريستين نايس وبيكون البطل دينزل واشنطن دينزل واشنطن واسم الفيلم ربع قرني يس طيب خلينا نحمس الجمهور شوية اذا انت يعني ملم بالمخرجين من تبغى يخرج الفيلم هذا؟ رستوفر نون يا اخي كل الناس يبقى رستوفر نون يخرج فيلم يا اخي مو طبيعي يا اخي الاقاديمي هذا مو طبيعي يخراج الاخراج والكتابة والسيناريو ترى انت عارف انه كريستوفر نون ان افلامه هو اللي يكتبها غالبا والسيناريو ويقول مجانين نعم هو وجوناث النون ان اخوه المخرج انا لما اعطيك نص قصة وقولك اخرجها يا وجه حولها صورة كريستوفر نون ان افضل من اخرج نص في حياتي شفته صراحة انا والله والله عشان ما نظلم فيه مخرجين مرة كويسين اوكي لكن كريستوفر نولان ما اقدر علومك لانه انا التب عندي كريستوفر نولان كمان في التب في التب في التب كلام جوت وكلام تعجبني والله انت ناصر ناصر انا حبيتك اكثر اليوم انا حبك انا حبك انا حبك يعني لمحتوىك ولشخصيتك ولتواضعك الجميل وحبيتك لانه اسمك ناصر على اسم الوالد الله يرحمه ودحين حبيتك لانه انا وانت ايش متشابهين في امور كثيرة الله يزر حبيبي حبيبي طيب يا ناصر نخش على ملعب ناصر ملعب ناصر الاسئلة جدا بسيطة وللأمانة يعني ايش ما ودي انه ما حبيت اني اكثر عليك اسئلة فيه ولكن حاولت اني اكون كرياتيف قدر ما اقدر في الاسئلة ذي بس يبدو انه مجال الكرياتيف شوية بدي يضيق النطاق عندي فيه لاني اخترعت اسئلة كثيرة وما ودي اكررها اول سؤال سؤال بسيط جدا كم عدد الكتب اللي قرأتها يا ناصر للأسف اني ما اعرف العدد بضبط لكن جاوزت المية بقليل ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله يعني جاوزت المية بلاس 100 جاوزت المية جميل جميل واش افضل كتاب قرأته من بين البلاس المية كذا كتاب تحطه تب يعني برا اقول لك ياه بس بقولك كتاب ثاني ما بتقدر تقوله ليش لسبب اعلاني يعني جدلي جدلي اوكي انت بعندك كتاب تب بس ما تبتقوله بس فيه كتاب ثاني بتقوله اوكي يس ريش داد فور داد اوكي امتاز امتاز الكتاب ذا ما قرأته كامل للأمانة قرأت جزء منه وبعدين اكملته صوتي حلو رهيب هذا التب عندك قدن وغض النظر عن الكتاب الجدلي اللي ما تبتقوله يس اوكي حالو قرأت مية كتاب والأب الفقير والأب الغني هم والكتاب المفضل عندك من بين الكتب المفضلة اكيد في المئة كتاب اللي قرأتها فيه كتاب غريب ايش اغرب كتاب قرأته في المئة كتاب ذولي او يعني كتاب كده غريب قرأته انت مستمتع في قراءته منت عارفش قاعد يضيف لك في حياتك بس مستمتع لغرابته واو وش السواه لان لغوصة صاح انا بعطيك مثال في واحد من الكتب اللي استمتعت فيها جدا هو ماهو رواية وماهو كتاب مباشرة بقدر ما كان مدخل الى علم الفلسفة على شكل رواية الله فلسفية اللي هو كتاب عالم صوفي عالم صوفي عالم صوفي ترى في ناس يخبطون ايش عالم صوفي يحسبون صوفي الكلمة ايه الصوفية لا صوفي اسم البنت اسمها صوفي او صوفية اي عالم صوفي اذا من الكتب الغريبة والجميلة اللي قرأت وانا مستمتع مستلذ ما نعرفش قاعد يستفيد منه ولا نداري بس انه ادخلني كده لانه انا شخصيا احب الفلسفة مستمتع مع هذا الكتاب يعني اشوفه كتاب غريب وممتع بنفسه فهمت اللي كان ممتع بالنسبة لي بنفس الشكل اللي انت اصطورته ويعني وفعلا انا ما ادري وش قاعد يضيف لي ايوه فن الله مبالا اقسم بالله حرفيا كيف ما بيضيف لك بيعلمك بيعلمك الشي كثير فن الله مبالا لا مع كامل اسف ايوه عاد انت عندك سلسلة خاصة الكتاب ده يس سلسلة خاصة كل ما ذكر في السلسلة انا عارفه قبل طيب بس كان اسلوب طرحه رهيب يعني هو ما انتج معرفة هو نقلها لكن كان رهيب كان ممتع خطه قلم وحلو مارك مانسون قلم وحلو اوكي طرح حلو لكنه انا لما ترجع الطالب طب اوكي يعني ايش فن الله مبالا المقدمة الكتاب اختصرت كل التوبيك اللي هو بيقوله لانه لحد تكلم عن المعاناة وتكلم عن الاستحقاق وتكلم عن اشياء كثيرة معروفة يعني فوتكلم برد في النهاية عن الموت بعدين الغاية بعدين الهدف والاثر نفس الشي يعني وإن فعند الله مبالا بالموضوع كان في مقدمة الكتاب فقط ضم قال لك انه تعلم انك تكون تبالي اختر الاشياء اللي انت تبالي لها والاشياء اللي انت ما تبالي لها في اول جزء بس خلاص اهذا خلاصة الكتابة هاي رأس الكتاب الباقي الباقي الكتاب تعارف كل شي فعلاً الان كل موضوع اتناول اعرف مازم كان مبتع ياخي كان مبتع انا عادة الانا تراوا اذا كان الكتاب يعني غالباً يتناول موضوعات انا اعرفها بعد المئت صفحة سوى انت تشوف انو من اغرب الكتب بس من استمتعت في ككتابة وككلماً لانا فنل لا مبالاه لا تعني اللا مبالاه انها حامد كبدي من مقاطع تيك توك ياا شيخ بالله لا تذكرني يا شيخ يا شيخ لا تذكرني قرأ كتابة للمبالاية 100 مرة يالعن أم السماجالي انتوا فيها يا شيخ سبب آخر لكُرهة تيك troubling пок بس تيك توك يا أخي اجبرني اصير إنسان ياأخي خلاص طيب اللح هي جو سأل الكتاب كتاب فنى لا مبالا عندي لك كتاب ثاني مدل إذا انت قرأته ولا لا هو كان قصص مجموعة قصص من عين طبيب طبيب أعصاب بريطاني برضو ناس اسمه ولكن اسم الكتاب الرجل الذي حسب زوجته وقبعة الله لا بالله انت آه يا ناصر الكتاب شوف لاحظة ما فطبي للكتاب كثير لا الكتاب لا يستحق هذا التطبيل بس الكتاب فيه قصص فيه قصص غريبة جدا من منظور طبيب أعصاب كانت تجي حالات مرة نادرة في العيادة حالات عنده يعني أحد الحالات المريضة يعني كان عنده مشكلة في جزء معين من في الدماغ أحد الحالات اللي وصلت له كان رجال دخل عنده وما كان عنده مشكلة في تمييز الأشياء المنطقة اللي في الدماغ المسؤولة عن تمييز الأشياء انت لما تشوف هذا ريموت انت عيونك ترسل إشارة لدماغك انه هذا ايش؟ ريموت هذا الجزئية دي اللي ترجم الأشياء ما خربانه فتورير ريموت يقول لك وردة تورير الكبريت يقول لك مصطرة يحاول يخمن ماهو دار يشوه لدرجة انه بعد ما خلصوا من زيارة الدكتور راح مسك رات زوجته وبغي يشيله زوجته كده شالت يده الدكتور قال لحظة إيش؟ قالت دائما تصير يحس براسي القبع قصة حقيقية فالكتاب ذا كان مرة غريب ومثل له الاهتمام وفي قصص زي كده رهيب والله لا لا شوف الكتاب جميل 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 بل انت تعال طلعت قارئ من ورانا يا وجيوة لا كيف؟ والله لست بقارئ بقدر ما إني مطلع شوي يعني والله شكرا تلفت انتباهي تلفت انتباهي الكتب هذه انت ما قد قرأت عالم صوفي؟ لا عالم صوفي الرجل الذي حسب زوجته وقبعة الكتابين هذه ممتعة بشكل جدا جميل كم بإذن الله فلست حيله بالذات حق عالم العصاب انت كان السؤال توقع سؤال غريب ايو اغرب كتاب قرأناه مصبوط فانت قلت لي كتاب فن الله مبالا بتضيف له شيء ذاني؟ لا يا تعال على السؤال اللي إجابته لازم تفكر وتهدأ وتستخير وتساوب عليه ايش الكتاب يا ناصر؟ تعرف البشر عقليات وطرق استجابتهم للأشياء من حولهم مختلفة ممكن واحد تقول له يا حيوان يضحك ممكن واحد تقول له يا كلبي مبسط ما بتفرق او الردود الأفعال تختلف تجاه الأشياء فخلينا نقول انه بغض النظر عن عقليات البشر وردود أفعالهم وتجاوبهم مع الأشياء من حولهم ايش الكتاب اللي تعتقد انه راح يأثر على معظم البشر؟ كتاب تعتقد انه لو قرأوه معظم البشر راح يتأثروا ولو بشيء بسيط او راح يتغيروا من الفائدة اللي داخله سؤال صعب صعب؟ شوف بقولك شيء هو صعب ولكن لأنه تكرر عليه كثير اوكي يشكص لي والكلام هذا عارف انت عندك قاتف وفي جناس كثير ناصر انصحني يقرأ كتاب اوكي دائم تسألوها وش انت مهتم فيه فأغلب الناس تفقوا على انه هذا الكتاب هو اللي بي راح يكون مناسب لهم بناءًا على الخيارات المعطونية حيلو على الحالات اللي يصفون هذه هذا الكتاب بيكمل مئة سنة قريب كتاب اسمه كيف تؤثر على الآخرين وتكسب الأصدقاء أنا متأكد يا رجيب يعني بنسبة تسعين في المية خمسة وتسعين في المية أراهن على انه اي شخص يقرأ هذا الكتاب بيقول هذا أفضل كتاب قرأته في حياتي الله عليك جمالاً وتأثيراً الله عليك حرفياً أنا أول مرة أسمع بالكتاب صدقاً بس أنا مهتم أنا مهتم جداً جداً هو يتكلم عن فن التعامل مع العلاقات الإنسانية الله عليك أنا حضرت طبعاً الدورة حقة الشركة نفس اللي هي نفس الدورات اللي كان يقدمها مؤلف الكتاب جداً تك بس فكرة الكتاب باختصار هو شخص كان يقدم دورات في فن التعامل مع العلاقات الإنسانية حيلو وكان يعطيهم مبادئ افعل هذا لا تفعل هذا حيلو حلو بس ما كان كلام فانيقولهم يلا خلصنا محاضرتنا اليوم يقولهم طبقوا فيرجعون طبقون يرجعون يقول ها منعطونا القصة وهذا اللي يسووه معانا 2017 حرفياً ها في الكتاب مع كل مبدأ حط لك كم قصة وكأختار القصص بعيني فكانت قصص ممتعة ومؤثر هل نقدر نقول انه هذا الكتاب من التوب عندك برضه؟ من التوب؟ من التوب؟ من التوب؟ توب ثلين ممكن أصنف إيش توب ون؟ إيش توب توب؟ هذا سؤال ثالث طلع لنا في سؤال خلق ترى حسناً حسناً توب ون؟ إيش داد فور داد؟ حسناً أوه انت قلتو صحة قل لك أي مضبط توب تو آآ ثلاث 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 أعرف الكتاب حلو جميل جميل والله في كتب كتب والله غيره خلت تكفى توب يلا هات كتبين ليش لا؟ عشاني يلا يستاهلنا الصور يلا قوة العادات ودوم بيج ماركتنج بلان أوك اللي قاعد تشرح الحين في السلسلة حلو الله العظيم مسكين هذا أول كتاب سيدخل قناتي مظلوم في الشرح إيش هو؟ ليه مظلوم؟ ما طلعت منه ولا يمكن 20% ما طلعت لأنه هو كده ولا لأنه هو حق ماركتنج أوك ويتكلم عن البزنس ماناجم ومعلومات عامة عن البزنس سيكرتس يا وجيخ لا تقدر بثمن بس عشان يمركز على أنه ماركتنج فما أخذت إلا الماركتنج بارث منه أوكي 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 ممتع الكتاب آفاق وجهات نظر أسرار 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 في عالم البزنس أوكي 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 هذه يعني واحدة من الأشياء الجميلة يعني اللي يعني أغبط قراءة الكتب فيها أنا والله ما أجد روحي بين صفحات الكتب وأواجه صعوبة أنت في صفحات الأفلام؟ آآ في صفحات الأفلام ومسلسلات والانميات مبسط ولكن للأمانة أحب يعني الكتب المثيرة للاهتمام زي اللي أعطيتك اسمها إيش اسمه ذا اللهم صالي لك محمد؟ في كتاب وقعتك أنك تقوله لأنك برضو تكلمت عنه آآ كتاب اسمه قوة الآن بس الكتاب ككتاب مش حلو بس يا أخي أوبرا تعرف أوبرا طبلت له مشاهير كثير طبلوا له لدرجة أنه أوبرا بالله أوبرا إيش قالت؟ يعني من الكذب والمبالغة في التطبيل قالت أنا عندي أكثر من نسخة منه في البيت أحطها في أماكن متفرقة ليش لا؟ ممكن يكون أثر على أنه قوي هو وقوي ما أحد ينكر موضوع الكتاب قوي الكتابة ركيكة أنا للا ما نقرأت جزء كبير من الكتاب وسمعته صوتي أتوقعت أنه فعلا أبخرج من الكتاب وأنا متغير ولكن أكثر شيء يعني استفدت منه أنه يعني لا أحاول أنك تسيطر على عقلك قدر الإمكان ما حست أني طلعت بشيء أقول أوه هذا هو الكتاب جيد ممكن أول أربعين صفحة كانت مؤثرة والباقي كله حشو وروحانيات وهلات طاقو مش مرة فهو جميل الكتاب كموضوع لكن الكتابة ركيكة والتفاصيل الزايدة ممكن والحشويات مش حلوة حلم والله هو رهيب والله جد تركيز على الآن من أكثر وجهة بس التطبيل التسويقي هذا هو اللي خلاني أقرأه وانصدمت عشان كده أتوقع فهمت؟ واني التطبيل التسويق هو اللي خلاني ينصدق أنا ما أحب التسويق المبالغ فيه وهذا الشيء أكره كمان في المسلسلات والأفلام لما يجلسوا يسوقوا لشيء عن طريق النقات قبل ما يعرضوهم فيلم أو مسلسل يطبلوه 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 كده يخلوك وف ايش الشيء القدر ايوه بعدين نتيجة التابع تشوفوا بيض أنا هنا أنقهر صح اوكي اوكي اكثر اقتباس قرأته في كتاب وما زال راسخ في دماغك الآن الآن في واحد طلع في راسك مباشرة صح؟ على طول طلع بس هو ذا اللي أبغى أعرفه على طول طلع مع أنه ولا فيه شيء كتير بس هذا على طول طلع لا لا ايوه أنا أبغى أعرف ايش أكثر واحد يطلع ايوه هذا في كتاب ريج تاد فورتر حلو ريج تاد اسمحني أخلي نستطرد شوية بما أنه تقريبا هو آخر سؤال؟ لا 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 خد راحتك خد راحتك عادي ترى ما راح سطرد الواجد يعني شوف هو راح قال له أبوه أبغى أصير غني هذا تكلم عن روبرت كيوساكي المؤلم قال ممكن تكون أنت عارف القصة قال له أبوه شفت صديقك مارك أبوه إن شاء الله سيعلمك الطريقة طرح له هو مارك قالوا يا أبو مارك علمنا كيف نصيرت الرياض قال لهم أنا بعلمكم ولكن ليست بالطريقة التي يعلموكم بها المدارس والجامعات مزبوط قال له كيف بتعلمنا؟ قال بعلمكم كما تعلموكم والحياة الله عن طريق العمل يعني إيش قال؟ هنا الاقتباس جاء قال الحياة لا تتحدث إليك أبدا يعني في المحاضرة حيلقي عليك المحاضر كلام عشان يعلمك مزبوط ناصر لما يجي يشرح لك كتاب حيتكلم عشان يعلمك حيلة الحياة عشان تعلمك لا تتحدث إليك أبدا تخليك لين تصدم في الجدار وإنت من نفسك تعرف من الطريق هذا المؤلم الله فتبدأ تروح تتعلن طريق ثاف الطريق هذي محلو ما يفهم؟ أقولهم الحياة لا تتحدث إليك أبدا أنا علق علق في راس إذا حين الاقتباس إذا خلص عشان كده هموا الحياة لا تتحدث إليك أخ والله عميق عميق اللعنة أبدا والله رهيب لا رهيب جميلة الحياة لا تتحدث إليك أبدا الله جميلة جميلة يا ناصر جميلة أنت أجمل طيب تعرف كتاب الأمير لميكافيلي ميكافيلي أختلف Thanksgiving نهاية قراءة اختلف الناس في قراءته اسمه وفيناس تقول له ميكافيلي وفيناس تقول له ميكيافيلي وفيناس تقول له ميكافيلي أيobe خلالني ميكافيلي يقول العبارة مرة الكتاب السياسي في قراءت كتبوا ميكافيلي لأحد الأمراء على أساس يعلموا كيف يدير الدولة كما كتاب أمان به مثل ما قال ، أخونا سامي البطاطي الكتاب طالعه هتلر وستالين وهذا توري قديش ان الكتاب هذا سياسي بحث ففي كتاب الامير كان فيه مقولة يقولها ميكافير لي كان يقول يعني فيما معناه انه ان يخافك الناس افضل من ان يحبوك بمعنى انت تقدر تخلي الناس تحبك وتخافك في نفس الوقت وتشيز حاجة كويسة يحبوك ويخافوك يخافوك ويحبوك وفيه الطريقة الثانية يحبوك ويحترموك اوكي انت يا ناصر ايش بتختار يخافوك ويحبوك اي يخافوك ويحترموك ولا يحبوك ويحترموك حب مبني على احترام مبني على حب ولا احترام مبني على خوف ايش اللي بتختاره حلو هيا قرأ كتاب الامير بتغير رائق هنا المتعة هنا المتعة يعني انت قبل لا تقرأ هذا الكتاب كانت لك وجهات نظر اغلقت وانت ملتفت وجهة اخرى شكرا لك هذه المتعة في القراءة يحبوك ويحترموك ولي يخافوك ويحترموك لا بأس الكاتب يقول يقول ما في مشكلة إذا حبوك حاجة حلوة بس يحرص إنهم يخافوا منك إذا حبوك يقلبوا عليك في أي لحظة البشر رمم عفنين ما لهم ما لهم مزاج ثابت لما يحبوك يقلبوا عليك لأنهم يحبوك نقدر نقلب عليه نحبه لما نخاف منه حتى لو طالح حتى القرآن فيه ترغيب وترهيب بالضبط شكرا لك هي غريبة هي سيكولوجية عند البشر أكيد الكتاب هذا بيساعدك في أشياء كثيرة مش في الجانب السياسي حتى في جانب الاجتماعي للناس حولينا صحيح صحيح بصراحة رأيك بالكتب الصوتية شوف أبعطيك رأيه فيها أيوة بتفصيلي تفصيلي كتب جدا جميلة طريقة طرحها بالنسبة لي غير شيق شكرا لك شكرا لك أنا إلى الآن لما أسمع كتب صوتية راجح مشكلة في أني ألاقي الشخص الكويس اللي قاعد يطرحها وقاعد يقدمها بصوته أنا لو كان مثلا سلوب لو كان سلوب اللي يلقى أفضل لو كان أمتع لو كان يعني ممكن أكون أتقبلها معظمها رسمية أعرف كيف تحس أنك قاعد تسمع أخبار أيه ماشين أيوة هذا هو الشيء اللي أنا متعبني مع الكتب الصوتية على أني أحبها يا أخي أحبها لأنه يعني أنا في طريق سفر أنا من الناس اللي دايما أنزلوا وأطلع من مدينة لمدينة ما أحب صراحة أسمع أغاني في الطريق ولا أحب أيوة عادة أن أشغل مقاطع دوبامي كافين والله صادق ترى وعادة أن أشغل مقاطع سامي البطاطي وعادة أن أشغل بودكاست لكتب صوتية أو كتب صوتية ففي كتب أبغى أقرأها كثيرة يعني يعني واحد من أكثر الكتب اللي نفسي أقرأه نفسي بس كذا عندي فضول اللي هو كتاب كفاحي أبغى أقرأه بس أبغى شوفيش قصة إيه أبغى شوفيش قصة أم النازي هذا كيف طلع لنا إيش قصة أهلو كيف طلع الإنسان الغريب بالتفكير الغريب بقوة الخطابة هذه اللي قاد جيوش بالملايين وغزى العالم وكانه يسيطر على الكرة الرضية أبغى أعرف بس إلى الآن كل ما أجي أقرأ الكتاب كتاب معضل طيب أبغى أسمعه أبغى أسمعه صوتيا إيه والله أنا قلت لك أنا عندي مشكلة مع الكتب مع القراءة إذا الكتاب ما هو مثير للاهتمام في فكرة غريبة ما رأى أقدر أقرأ طيب أبغى أسمعه صوتيا أسمع لك أكفاحي إيوه إيشتنا تدور حول ما لأنه لا خلاص قفل شغل أغاني معه دبغاء فهذه مشكلة أنا مع الكتب الصوتية شوفي تطبيق اسمه كام عربي لا هذا يحكي قصص قبل النوم يا سلام أقسم بالله يا وجيش سلوب ينومك مدام يخليك تنام يخليك تنام إيه يخليك تنام مين اللي يلقي ممثلي يا سلام من هوليوود يا سلام خيل تسمعه ماتي مكان هاي فيه لوفتا ستيل إيوه شفت شفت فيه كتاب أصلا لماتي مكانه بصوته وإشهه هذا غريين أتوقع إيه غريين إيه سمعت منه مقتطفات في اليوتيوب جميل يا أخي أداء ماتي مكاني بشكل عام حلو رهيب ماتي رهيب رهيب فانشون فاسلوب الإلقاء كان حلو ينفع للقصص أفضل منصة سمعت عندها كتب صوتية بعضها طبعا موشو الكل يعني كتأداء صوتي كانت ستريتل في بعض المؤدين الصوت رهيبين وبعضهم لا العايدين اللي هي اللي بعده طبعا الفرق بين ناصر وبين قنوات كثيرة في اليوتيوب بين دوبهم يكافيين وبين قنوات كثيرة في اليوتيوب أنه ناصر ما يلخص بقدر ما أنه يجلس يطلع عصارة الكتاب قدر الإمكان مئة بالمئة كلنا نقدر نلخص نأخذ الكتب بدأ ماهو خمسين صفحة نخلي عشر صفحات مثلا فأنت إيش رأيك بالكتب الملخصة؟ أو هل لك تجربة مع الكتب الملخصة تشوف أنها مثمرة؟ ممكن إذا أنت ولا يا جماعة أنتم كسلانين إتس أوكي ما لازم تقرأوا الكتاب ولا لازم تسمعوا كاتب تسمعوا صوتي ملخصات هل الملخصات فعلا أنت تقدر تلخص الكتب؟ أنا ما أبغى أدخل في منطقة حساسة الملخصات اللي هي المكتوبة أنا ما أبغى أدخل في منطقة حساسة في القوة أطلع بإيش وجه الناقد هذا الموضوع لأنك أنت تشرح الكتب شفت الملخصات سيئة كنت أقول لك شيء شرح الكتب ظالم لها إيش تبغى؟ ما بالك في الملخصات؟ يعني أنا وأنا أشرح أقول دائما إذا قابلوني تنصحني أكمل ولو أنا وقفت الكتاب لا توقف كتابك أبدا إذا أنت تقرأ اقرأ إذا أنت لن تقرأ أبدا أنت مش قارئ أصلا ما رح تفتح صفحة الكتاب حيفيدك سواء كان شرح أولا أيوة كده فعلا حربيا لكن التأثير إنت شرائك في التأثير يا وجه يعني أنا أعطيك مثال إيه طيني وضح لي سؤالك اللي بتقصده أصلا ما فهمت أنا بجيب لك فيلم انترسيلر وبجيب لك لقطته في الأخير سبويلر سبويلر ألر اللقطته في الأخير وهو قاعد يقول لها أو ما قبل الأخير ويقول لها لا توقف لا توقف ميرف لا توقف ميرف لا توقف ميرف أيوة اللقطة دي أو لقطته لما يشاف الفيلم المقصورة الفيديو المرسل بعدما بوابة الزمن أخرت من عمره كتير وبدأ يجهش بالبكاش ومن أكثر اللقطات تأثيرا لو جبت لك اللقطة وخليتك التابعها بشكل مباشر وقلت لك هذا يا وجيه شخص دخل في ثقف زمني خنقول أنا سميه كذا وقر اقترب من الثقف الأسود وطارت عليه كم سنة ورجع للمقصورة وفتح هذا الفيديو بعدما عده طبيعي أكيد أكيد أنا لما أشوف الفيلم بعيش تفاصيله كلها إلينا اللحظة هذيك إيش هذا يسمى؟ ما البناء بلدينج أنا أبني لك الكاركتر أبني لك الأحداث إلى أن ترتبط عاطفياً مع هذا الشخص توصل لهذاك الفيديو وتبكي معاه اللي ما يبكي ممكن بينات ما بكي بسأنا من الناس اللي إيزي أنا بكاي سأرى فنفس الحكاية بالنسبة للملخص ملخص الكتاب ما رح يعطيك البناء فلازم لما أعطيك لما أقول لك لا تعمل من أجل المال المال يعمل من أجلك لازم أعلمك وش معنى الكلام هذا آنزلوا حلقة كامة لعشرين خمسة عشرين دقيقة ولو عليه أربعين دقيقة بس أهم شي تفهم وش معنى لا تعمل لك صحنا صمنا على المحتوى يا وجي صحيح أزبط عشان كده أنا أشوف أنه ملخصات الكتب يعني ظالم أقسم بالله يا ناصر يا إني استمتعت متعم الله بها علي ويا إنه الساعة والنصف اللي مرت فيه التسجيل هذه إن كأنها نصف ساعة والله والله إنها كأنها نصف ساعة علي أنا أيها ربك الله ينبسط معاك يا ناصر تبقني إني أكثر متعة وأكثر متعة ومتعة ومبسوط إني طلعت معاك وخدت الشاتنك هذا بعيدا عن أني أتابع لك مقطع ولا أتابع لي مقطع يا حبيب قلبي الله يسعدك الله يسعدك ولا يناصر مع الرجال الطيب هذا قبل مئة ألف أقسم بالله يمكن حتى تظنني قبل أبدأنا يوتيوب برضو حبيبي أتوقع يعني مرة بيك بيك فان وستيل بيك فان وإن شاء الله أنا ما تكون آخر زيارة يعني ها لا لا أبد أبد إن شاء الله المرة الجاية سيارة واقعية للواقع أكيد بالله والله يشرفنا نحتسي كوبا من القهوة ونسمع الموسيقى مع بعض الله عليك ونكتب الشعر اللي انت مبدع فيه من ورانا ونتابع فيلم برضو تابع فيلم وأنيمي نجمعهم كلهم كذا في ليلة واحدة بوف بإذن الله الله يسعدك يا رب لكم العافية يا عزيزان ومشاهدين كان معاكم ناصر والوجيه من قناة الوجيه وقناة دبو ميكافين لرعاية الله سيتني قاعد يقفل أخبار النشر التاسعة هي حكي أننا قد نقفض الطوطبي